موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بيروت اليوم أستضيف فيها عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حميدة وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملح مريشي أهلا وسهلا فيكم معنا يعني هذه الحلقة على وقع كل التوترات الحاصلة إن كان بالمنطقة إن كان باللبنان وحتى ترقب المفاوضات اللي اللبنانيين أيضا ناطرينها والسؤال الأبرز اليوم إذا رح يكون في حرب أو ما في حرب استئز مروان يعني اليوم نقرأ بالجرائد أنه إسرائيل عم تنقل قوتها نحو الشمال استعدادا للحرب برأيك شو السيناريو المطروح اليوم هل ستنجح المفاوضات هل لبنان سيدخل بحرب شاملة أهلا بدي أشكرك على استقبالك اليوم لملحي مؤلي أهلا بكم هذا اجتماع ليس نادرا لنا ملتقي دايما ولكن أمامك وأمام الجمهور هذا مفعم بالمعاني أهلا بكم والمعاني المحبة اللي بتجمعنا والعلاقات القديمة وإن شاء الله المستقبلية اللي بتبقى قائبة بيننا بالنسبة للحرب الحرب أولا دائري قائمة مستعري وآخر معلومات عندي من ديبلوماسيين غربيين يعني لهم علاقة مباشرة بالمفاوضات وأيضا بالتحضيرات عند الفرقاء أكان عند العدو أو عن جماعتنا وعند الحزب هون أن الحرب واقعة واقعة خلال أيام قليلة إذا مش ساعات هذا كلام طبعا خطير عم نقوله أكيد بس كلام لازم نتنبه له لأن الأحداث أخذت خلال الساعات الأخيرة خصوصاً 48 ساعة الأخيرة حتى قبل ما جالنت يقول أنه نقطة الارتكاز في الحرب عندهم انتقلت من الجنوب إلى الشمال كان واضح عن طريق الغراط على البقاع الاستهداف المستمر بالمسيرات لأشخاص ولقيادات وكذلك آخر الأخبار بتقول أنه وهذه من فندع بعدين أنه معظم التوتر رح يبدأ بين مناطق تبارية وشرق الجليل وبين الجولان وهذا يمكن بفكر وبرجعنا يمكن لمجد الشمس وبرجعنا أيضاً لهذا القصف المستمر إلى على صفض وشرق صفض على طبارية وهذا الحشد القائم في الجولان لقوة آتية من العراق ومن غير العراق من هذه القوة قوة الممانعة اللي فيها حشد شعبي وفيها حتى أفغان وباكستانيين وغير شئ اللي بيضع المنطق كلها لبنان وكأنه في قوة بدت تحيده شوي ويمكن إيران بدت تخلي لبنان ملاذ أخير إلى لأنه حظب الله بالنسبة إلى أهم من كل القوى الرديفة الأخرى أو الأدوات الأخرى يعني بفهم منك الحرب الشاملة إذا بدنا نحكي لأنه طبعاً لبنان تحت الحرب الجنوب تحت الحرب ولكن إذا بدأت تتوسع لن يكون الثقل كبير على لبنان إنما على مناطق مجاورة سيبقى الثقل على لبنان ولكن يمكن الثقل البري ما بيكون على لبنان لاعتبارات استراتيجية بتتعلق بالعدو بس القوة التدميرية من الجهتين رح تتركز وتنسميها حرب شاملة أو حرب لبنان الثانية أو الثالثة بدأت تكون الحرب ما وصلت لإيران ويمكن الهم الأساسي للإيرانيين أنه ما تقدر إسرائيل تجر الولايات المتحدة لعمليات أعمق في الشرق الأوسط تطال النووي الإيراني في المقابل مبين أنه خطة القوى القوى الأخرى مثل حماس الحوثيين بالعكس تفعيل الجبهات المثاندي إلى درجة الحرب حتى ما تبقى غزة بالحالة التحلل اللي وصلت لها واللي أعطي إسرائيل يعني مكاسب استراتيجية اللي هي فيلادلفيا ومعبر رفح وهذه النزعة لتقسيم القطاع إليها إستاذ من الحمير عم نستمع لأستاذ مروان عم نقول أنه يبدو أنه الحرب وشيكة أو توسع الحرب إذا بنا نقول وشيك كيف يمكن تجنيب لبنان يعني لبنان ما بيحمل حرب اللبنانيين بأغلبهم عم بينادوا أنه ما بدنا حرب على لبنان كيف يمكن تجنيب اللبنانيين الحرب أول شيء لازم نتوقف عند كلام أستاذ مروان أنه عم بيحكي معلومات ديبلوماسية والقصة خلال ساعات أو أيام يعني ممكن تندلع الحرب على لبنان أنا برأيي بما يتعلق بالجولان إذا بدأ تندلع بالجولان رح يكون في عقق أساسي قدامها اسمه بشار الأسد لأنه بشار الأسد من يوم ما بلشت 7 أكتوبر لليوم ما أنه فايت أبداً بالحرب وبالعكس جازم أن يكون خارج الحرب من شين هيك إذا بدأت تصير إذا بدأت تصير رح ترجع تصير بلبنان بس باعتقد فيه عوائق كمان قدامها هلأ يعني قدما الجيش الإسرائيلي يحشد على جنوب لبنان حزب الله ما قاله مصلحة يروح على حرب كبيرة لعدة أسباب عدة أسباب قاله مصلحة يحافظ على الحد الأدنى من قواعد الاشتباك ويدبطه هو بإطار رده على إسرائيل بيد من القرار توسيع الحرب اليوم قرار توسيع الحرب إذا بده يسير هو قرار إسرائيلي ولكن الإسرائيليين بقولوا أنه كمان القرار قرار مبني على رد حزب الله أو رد الإيراني بعتقد من شن هيك أنا بعتقد هون إذا مبني على هالنقطتين بعتقد أنه ما رح تصير الحرب رح يضل رح تصير كما هي دائرة حاليا بانتظار غزة ولكن كلام ما عليه كلام خطير وبعتقد أنه يعني منعرف دقة معلوماته مشن هيك ضروري نتوقف عنده يعني بتقول أنه ما رح يرد حزب الله يعني عم نسمع كنا الرد على مقتل اغتيال فؤاد شكر وعلى اغتيال اسماعيل هني لا تتوقع أن يكون أي رد أنا بتوقع رد عسكري مقابل هجوم عسكري يعني العملية الإسرائيلية صارت على شخص عسكري بد يكون الرد بمتماثل يعني على شخص عسكري وشخص عسكري ما بيعمل حرب لا من ميلة إسرائيل ولا من ميلة حزب الله ولكن إذا بقلك رح تخلص بكرة كون أكيد لا مش مزبوط المعركة طويلة وقد تكون طويلة جدا استاذ ماروان يعني اللي تقدمت فيه من معلومات أنه بالساعات المقبلة ربما بالأيام الخطر صار كبير رح أسألك نفس السؤال اللي سألته لملحم أنه كيف برأيك ممكن تجنيب لبنان هذه الحرب بعد بيقدروا يعملوا شيء هل يمكن الساعات الأخيرة تحسم أي مفاوضات معينة أو أي حل ربما يأخر الموضوع ما في شك أنه لو تقدمت المفاوضات حول غزة كنا يمكن شلنا فتيل الانفجار إلى حد مام لأنه مهما كانت الأمور بينحكى بالقرار 1701 غير قابل للتطبيق لا من عندنا ولا من عندهم بالوقت الحاضر فكتير من الناس عم بتقول أنه هذا ما بينحل إلا بمفاوضات على الساخن النقطة اللي أثارها الأستاذ ملحم مهم كتير اللي هو ما هو دور سوريا واضح أنه فيه بسوريا خطين الخط الروسي اللي ما بده أنه بشار الأسد يتورد بحرب واللي منبهه كما نبهته الإمارات العربية وغيرها من الدول العربية بأول طوفان الأقصى أنه أي تدخل لسوريا بالحرب قد يعني التعجيل بالإطاحة بنظام الأسد وربما القضاء عليه شخصية نقل له هذا الكلام الإيرانيين لما صارت قصة هنية وراح رئيس الأركان السوري على طهران ما كانت تعليمات واضحة من القيادة السياسية وهو بخص الإيرانيين بس لما رجع ما في شك أنه لحق إذا لاحظتي مندوب روسي عالي المستوى اللي هو وزير الدفاع السابق اللي صار مستشاره الشخصي لبوتين وهو اللي قال للإيرانيين أنه ما بنصح تورطه سوريا نحن حامينا هالأد ما تورطوه لأنه طوريته سيعني القضاء على كل مكتسباتكم طبعا مكتسباتهم هنه الروس في هذا الموقع وبالتالي يعني ما بدون توسيع الحرب باتجاه الشرق مما يعني أنه السؤال هو ماذا عن جبهة لبنان وأنا بستبعد أنه جبهة لبنان بس قبل ما نقول على جبهة لبنان يعني بالملف السوري يعني ما في صراع داخل إيراني روسي اليوم على هذه النقطة بسوريا أيضا في صراع أكيد هلأ هو من قبل الصراع كان هنا من أيام حتى بس هلأ أكتر هلأ مستعد لأنه بهم إيران أنه قبل ما الحرب توصل لداخلها تكون يعني على حدود سوريا والعراق وشاء من لبنان وعلى شمال الأردن يعني تلبك العالم العربي أكثر وأكثر بهذه المواجهة وأنه لبنان تحافظ على استثمار الهائل في اللي اسمه حزب الله وبالنسبة للإسرائيليين قد يكون وكان هيك مشروع لذا بتقري كل شيء قرينا عن خطط وما خطط وخطط مضادة من أسابيع وأشهر أنه الدخول بيكون من الجولان السوري انعطافا على البقاع اللبناني لقطع خطوط الإمداد وكذا لأنه من الواضح أنه أي هجوم إسرائيلي على جبل عامل سيصطدم بقلعة حزب الله عنده قلعة قلعة بشرية قلعة شعبية قلعة تحت الأرض قلعة وتدريب واسع شو هي الوسائل اللي استعملوها ضدنا سنة 82 فاتوا من الساحل إذا حداً بيتذكر فاتوا من الساحل وصلوا عصور صيدة وبيروت بساعات بس بالقلب كانت أبطأ وفاتوا من البقاع وصولاً إلى تخوم طريق الشام هنا كانت المعارك الكبيرة أكانت بروايسات صوفر أكانت بالسلطان يعقوب وحوالي بيروت فالواحد بده ياخد درس من الحروب القديمة من المواجهة الجديدة لأسلحة دخلت جديدة بس اليوم تغيرت المعطيات تغيرت تغيروا حتى اللاعبين الداخليين بلبنان اللاعبين الداخليين أنا ذاك كان في طرف فعلاً يعني آخذ طرف يمكن أو مبارك بالتدخل الإسرائيلي للتخلص من الوجود الفلسطيني المسلم ضد الفلسطينيين اليوم في طرف ما في طرف ضد حزب الله لاحامل السلاح ضده وبس في طرف عم بيقله كان بي عم بيقله أنه ما تستدرجنا ما تخلي إسرائيل تستدرجك على حرب ولا تزال بتقله أنه أخي ما تغتص أكتر بهذه الحرب لأنه الوقع على لبنان ورد الفعل على لبنان ما بيشملك بس أنت بيشملك الكل بمقارنة صغيرة إذا بنا نقارن شوي ب82 و8 مع اليوم هل ممكن ما يحصل اليوم أن يسبب نوع من حرب أهلية للي عم بعارضه أداء حزب الله تجاه موضوع السلم والحرب للبنان شوفي نحن موقفنا واضح ضد الحرب الجنوب من أولا موقفنا واضح مع القرار 1701 بس احتمالات حدوث حرب أهلية إذا بدك بشكل أوضح يعني أنه يشتبع إشتباك بين حزب الله وبيننا هذا ما نوارد نحن مع وحدة السلاح بإيد الجيش اللبناني نحن ضد الحرب الأهلية بالمطلق ولن يكون هناك أي حرب أهلية أو أي شكل من أشكال الحرب الأهلية في لبنان وبالأخير أهل جنوب أهلنا يعني لأي حزب لأي طائف إذا صارت الحرب شو يصير من سيفاوض هل الحكومة اللبنانية قادرة تفاوض يعني تكرار سيناريو 2006 بوقتا كان في حكومة كان رئيسها الفؤاد السنيورة وصار في مفاوضات بس اليوم حكومة مستقيلة ما في رئيس جمهورية بحالات الحرب الضرورات تبيح المحزورات الحكومة بترجع بتستأنف عملها ولا حق تجتمع كاملة لتقوم بمهمة المفاوضات بس أنتوا تتوثقوا بهذه الحكومة عنكم خلافات كثير عننا خلافات بس هذه الحكومة موجودة نحن من آمن أنه عمل الديمقراطي بشكل أساسي هذه الحكومة موجودة نحن ضد هذه الحكومة وضد الأكسرية خاصة اللي فيها ولكن الحكومة موجودة الحكومة موجودة وشغلتها تقوم بواجبيتها لتفاوض عن لبنان إذا صار في مفاوضات بهذا الشأن بس هذه المفاوضات هي لليوم التالي وما أدراك ما هو اليوم التالي من بعد 7 أكتوبر يعني اليوم التالي لن يكون على الأكيد كما حصل قبل 7 أكتوبر يعني لن يشبه المنطقة كلها أعتقد مش بس لبنان لن يكون كما هي الحال قبل 7 أكتوبر ماذا بعد حرب غزة برأيك يعني اليوم رجحة المفاوضات شو رح يسير بالجنوب البعض بيقول أنه عندما تنتهي إسرائيل من غزة رح تبرم توجه سلاحة نحو الجنوب تتزيل خطر حزب الله عن حدوده ما بعرف صراحة ما عندي رؤية واضحة بعد شو بده يسير بعد حرب غزة بس بعتقد أنه هلأ حرب غزة طويلة لأنه ما في اتفاق على اليوم التالي حتى العرب يلي ممكن يشاركوا بصناعة اليوم التالي مثل الإمارات مثل مصر مثل المملكة العربية السعودية مثل كثير دول مثل أتراك حتى غير العرب يعني ما عم بيكونوا مساهمتهم ببناء اليوم التالي مساعدة أو مسهلة لوضل الوصول إلى هذا اليوم يعني في خلاف بعض على من يدير القطاع بعد الحرب وإسرائيل كمان منا راضي بإدارة القطاع من خارج الجيش الإسرائيلي حالياً وإدارة أمنية وحماس منا راضي أنه يفوت قوة غير يعني عربية أو سواها إلى قطاع غزة لإدارة اليوم التالي مشن هيك الحرب اليوم وقف على توازنات إلى حد ما دقيقة مشن هيك بعدها مستمرة وستستمر وبناء على اليوم التالي سيكون بعيد المنال بالمرحلة المنظورة أستاذ مرون عم تختلفوا اليوم مع القوات اللبنانية بموضوع الحرب بغزة يعني اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي داعمين لما يحصل بالجنوب وداعمين أيضاً لحزب الله ليه؟ لا نظل أنه كلام الأستاذ ملحم أعاد الأمور إلى حجب الحقيق بموضوع الحكومة لن يكون في لبنان حرب أهلية لا نحن عم نحضر حالنا إلى لا عم نشتري عويسية ولا هني عم بحضروا حالنا الحرب ما رح تير بالعويسية لا لا عم قول هذا حتى قلك أنه حتى عويسية ما عم نجيب وهني نفس الشي ما في جو وفي بالعكس في قرار بالضمير اللبناني والشعب اللبناني أنه ما في حرب أهلية بس ما في شك أنه ممكن أي تدخل ضخم على الأرض اللبنانية يغير الجغرافيا السياسية القائمة أولا بالنزوح ونحن قلنا أنه مثل ما تفضل هلأ من الحين أنه أهلنا هو أهلنا شو مكان شو مكان الأعداد شو مكان الظروف سنستقبل ويمكن نحن بعدين نضطر للنزوح نحن أول الأقضي فوق الجنوب هي أقضية الجزين وشوف وعلي وأقضية توادي تيم يعني تيم يعني حصبية ورشية فنحن منا خارج الدق ولا خارج الخطر ولكن أهم هذه الأخطر ولكن لا تتكبر هذه الحرب خوفا على مستقبل هل فلاتت الأمور برأيك لا ما بتفلت الأمور بتصور السيد حسن نصر الله يعني بعده هو قابض على القرار بس إذا حصلت حرب يعني فلاتت الأمور لا ما بعد ما فلاتت لأنه في مثل ما تفضلوا قال في اليوم التالي شو بتعمل الحكومة شو بيعمل الجيش قال أنه يمكن تطور الأمور يجعل من دور الجيش غير الدور الحالي اللي عم بتفرج على الوضع دور الحكومة المنقسم وليش قادر يحل مشكلة كهرباء ممكن يتغير تحت الضرورة القصوى والحاجة القصوى إلى قرار ما أو مفاوضة ما أدري يقوم فيها اللي قاعد بالنار قد يكون مثل صار بالألفين وستاذ مرون وكأنك عم بتقول دور الجيش ودور الحكومة بيتفعلوا لما تصير الحرب لماذا بيتفعلوا هلأ وتجنبا للحرب لأنه لأنه هلأ للأسف في ناس مش سائلة على الدورات كيف يعني ناس لأسباب تتعلق بخيار استراتيجي بتعلق بإيران حزب الله يعني أنا هذا رأي رأي الشخصي ممكن بش رأي الحزب واللقاء وكذا بس رأي الشخصي أنه هن مسائلين على هذا الواقع بس نحن ما فينا ما نسأل عنه لأنه أهلنا يعني هون بحب وضح تماما أنه يمكن نحن حريصين على الجنوب وعلى أهلنا من الشيعة وعلى الأحزاب من حزب الله وأمل أكتر ما هني هلأ عم يحتاطوا لمصير لبنان ككل ولكن أملنا أنه في لحظة من اللحظات نقدم نرقط خيط الإنقاذ من خلال مفاوضة يفوت عليها قوى دولية وقوى عربية حان الوقت أنه الدول العربية تبين حضورها يمكن على الأرض الفلسطينية المحروقة صعب أن نحكى أنه غزة تتوزع وبيعرفها خينا ملحيم تتوزع لثلاث مقاطعات بموضوع الأمن الجنوب مع مصر الوسط مع قطر يعني غزة المدينة ومعيطة والشمال مع الإمارات اللي أقرب للعمق الإسرائيلي أمشي الحال لا يعني مصر ما بد تحمل هذا العبء قطر بتقلك أنا ما عندي جيش يكون باشي والإمارات عندها مسؤولية صراحة أنا كنت شايف أنه مصر واحدة قادرة بجيشها ومخابراتها تضبط إقاع المرحلة المقبلة واليوم التالي واحدة بتقدر تعملها بس يبدو مصر منا على استعداد أبداً أن نتفوت على استعداد ومعن نحكي كمراخبين عندها تجربة الأخوان المسلمين اللي لا تزال بالنسبة إلى شبح يحوم لسيئة العروسية لسيئة كذا وانتقل الجو الإسرائيلي من جو الكيبوتسيم واليسار اللي بنعرفه ولكذا واللي كنا نتعطى معه بحروب كلاسيكية تقليديين إلى جو بيسموه بالفلسيون ميسيانيك صاروا يعني صاروا مثل لما حروب الآلهة استلمت إسرائيل الأصولية اليهودية مثل لما استلمت داعش مثل ما هلأ يعني نوع من التطرف اليهودين موجود حرب آلهة حرب الآلهة اللي قال إياها شار حلو أنه ما تخلص هالحرب هي حرب مش بين بشر حرب الآلهة استاذ ملحم في كلام للنائب علي فياض عن أنه الشيعة خائفين والمسيحيين خائفين وبدون تطمينات أي نوع من التطمينات يتحدث عنها شوف هذا كلام ضروري ينفى تحنقاش كبير فيه بعد انتهاء الحرب نحن ممكننا منتمنى معروف رأي القوات اللبنانية بالحرب وبالقرار 1701 وكل شي بس هيدا الكلام هو بداية كلام يبنى عليه لإعادة البوصلة السياسية الوطنية واللبنانية لمطرحها الطبيعي يعني الشيعة خايفين والشيعة هن بيحملوا سلاح مثل ما قال زميلنا عليه المسيحية خايفين لغير أسباب بس كمان في الدروز وفي المسلمين وأنا ضد توزيع الطواقف حسب القطاعات الانتاجية كأنه الشيعة مهمتهم يحملوا سلاح الموارنة مهمتهم يفتحوا مدارس أو مستشفيات الدروز مهمتهم الزراعة السنة مهمتهم التجارة عم حكي حي الله شي بس مش هيك بتتوزع الأمور لا هيدا بده نقاش بالعمق الكلام اللي طرحوا زميلنا عليه فياد بس أكيد مش وقته هلأ وقته بعد نهاية هالحرب اللي مجلازم أصلا تكون موجودة وتبلش يعني تب يعني أنتو مستعدين أنه تفوتوا بحوار مع حزب الله شوفي هيدا الحوار بين القوات اللبنانية أصديك وحزب الله هو 0-100 يعني هلأ اليوم ما في حوار مع حزب الله بس بالسياسي كل شيء ممكن بس ليه ما في حوار مع حزب الله يعني اليوم لبنان بأخطر وضع ليه ما تفتحوا قنوات التواصل بموضوع الحرب لأنه عم نحكي رأينا بموضوع الحرب بس هيك رأيكم على المنابل لأم بتمدوا إيدكم بس أراء متبعدة على 180 درجة يعني منشان هيك ما في مجال لأخذ وعطا مصرحة لبنان في حرب طبعا في مصرحة لبنان ونحن عم نحكي لأجل مصرحة لبنان مصرحة لبنان قائمة على تطبيق الأرار الدولي 1701 يلي هو ضابط إيقاع ما يحدث في الجنوب البعد يلوم الأحزاب المعارضة أنه سبعة تشرين حصل ما حصل بغزة تمانة تشرين فتحة الجبهة بجنوب لبنان بعض بقول أنه المعارضة ما كان عندها بعض نظر بوقتها لأنه تجمع كل الأفريقاء اللبنانيين أو تمد إيدها وتقول قبل ما نكبر القصة تعاونا أحكي يعني بس اللي صار أنه قرار الحرب والسلم بإيدهم مش بإيد الحق وهيضا التعليق الوحيد بس كان في قاعدتين كان في خلاف على قاعدة من اتنين هل هو قاعدة اللي بتحكم ما حدث في سبعة تشرين وما حدث في ثمانية تشرين في لبنان هي قاعدة اشتباك بين لبنان وإسرائيل أو هي قاعدة اسمها قاعدة القرارات الدولية لسيما الألف وسبعمية وواحد وبعده هذا الاشتباك قائم يعني ما فينا كمان مثل ما بقول بسمارك ننتحر قبل ما ييجي الموت نحنا موجودين بالبلد وموجودين كقوة سياسية نحنا من قوة عسكرية تنعم الاشتباكات نحنا قوة سياسية بتقول رأيها قناعة سياسية واستراتيجية وكيانية لحماية لبنان بالمستقبل وبالوقت الحالي ولكن ما فينا نغير الواقع بس من واجبتنا أنه نقول موقفنا اليوم الواقع ما بدي يكذب عن الناس وقالهم هلأ إذا نحنا طلبنا بيتوقيف الحرب رح توقف ما بنضحك عن الناس الحرب قائمة والحرب قائمة وممكن تكبر مثلا عم بيقول صديقنا إذا أطول الحزب بتاع نحكي شو بنا ما رح يلبيه أو ما بتقوله أنا قلتلك لا مش قصة ما منقول قصة هيدا مرهوم بأوقاته لأنه هلأ الكلام ما أنه منفعة لشان هيك لكل شيء وقت ما فيك تزرع وقت الحصاد ولا تحسد وقت الزرع بس يصير وقته هيدا الكلام بتصور القوات لبنانية مانا بعيدة عن الناس والقوات لبنانية إيد ممدودة بشكل دائم لأي مصلحة تخلص الكيان ومصلحة لبنان وبالوقت المناسب كل شيء كل شيء بيكون مناسب مش نهاية قلتلك صفر ومية أستاذ ماروان شو التطمينات اللي عم يحكي عنها اختلف الموضوع شوي أنه نحن بلشنا بنفس الموقف كلنا سوا نحن أمام الوقائع فضاعة ما جرى في غزة وأحداث كمان يعني طالت مناطق عديدة في سوريا ولبنان تطور موقفنا وصار موقفنا مش أنه نحن فايتين بقصة الحرب الإقليمية أيا كان الثمن مش هيدا موقفنا موقفنا تفادي تداعيات هذه الحرب أكانت صغيرة وسط أو كبيرة على لبنان ومستقبله نحن بعدنا نؤمن بلبنان 1920 أي الحدود الكبيرة في الوقت اللي عم ترتسم بالشرق الأوسط وفي قوة كبيرة عم تغير كل كل شي الرسم بال 1920 في العراق في الأردن في السورية في لبنان ما في حدا باعت في لبنان عنده الأحدود النظرية المفتوحة مفتوحة جنوبا على الحرب أنتو ضد أي مشروع فدرالي ولكن ما يفعله حزب الله وهذا الاحتكار اللي عم يعمل حتى بمناطق الجنود ما عم يفرض فدرالية كأمر واقع فدرالية ما حدا بيقدر يفرض بلبنان وما في إلا التفاهم بيقدر يفرض الصيغة اللبنانية الجديدة نحن لذلك بعدنا مع حدود 1920 مع اتفاق الطائف رح تقول إنه كلام مر عليه الزمن لأ ومع القرار 1700 طيب بس اتفاق الطائف بيمنع وجود الميليشيات وانتو اليوم هم تدعموا حزب الله نحن منا منا ميليشيا لم نعد ميليشيا عن حزب الله عم بحكي حزب الله هم تدعموا اليوم حزب الله اتفاق الطائف قيل بيحكي عن حل جميع الميليشيات وصار في انسحاب لجيش إسرائيلي بالألفين انت بتعرف نبيلا انه صار فيه صدمات كبيرة بيننا وبين حزب الله وتعرضنا لتهديدات كبيرة لحملة اغتيالات شملت صحيح عدد منها لمحاولة يمكن انقلاب كامل بالألفين وثماني اللي نلقطت شوية منه بالدوحة مع تحفظ الدكتور جعجع يومتا على الأمور وبعدني بتذكر كيف تطور يعني القضية الفلسطينية بالنسبة لها الكن تعلو على السيادة اللبنانية لا لا تعلو على السيادة اللبنانية ولكن السيادة اللبنانية ولذلك يجب أن نعود للسيادة اللبنانية نحن ما عم نقول سلموا البلد للحزب مش مش وارد عن ناجي نحن حتى لما مشينا مع الحوار الحوار منو تسليم البلد الحزب وقال بعدك عم بتقولي انو علي فياد قال انو اني خايفين وانو المسيحيين خايفين ليش السنة مش خايفين شو ضمنات اللي بدو ياه دروز مضغوطين بين مشروع هيمني قائد ما في لن نضحك على حال ده مشروع حزب الله صلو خمساش عشرين سني مشروع هيمني ومشروع خوف وفزع وانكفاء على الزات اللي هو المشروع المسيحي ونحن بين اتنين رايحين وعم نجرب نكون الاسمنت الباقي لانه هيدا دور جبل لبنان بتعدديته هيدا دور جبل لبنان الصغير اللي كنا نحن اولاد مدللين فيه دروز والمورن كانوا مدللين يفوتوا ببعضه نحيانا بس كان مقتطع علم مقتطع علم فلذلك نحن بعدنا منقول ان الصيغة الاكبر هي الصيغة اللي بتسمح للتعددية انه تشتغل مع تطوير ان القاعدة القواعد الشعبية بعدها هي متبسكة بروح المصالحة اكتر من القيادات فعلا وهذا الشي بطمن بس ما رحت على مؤتمر معراب اللي كان عم يبحث لالف وسبعم مية وواحد هذا تفصيل صارت صارت هود المحطات بس في عتب قوات على عليكن لا صار تعطبنا مش الحق تعطبنا صار تعطب تعطب وصار العتب الصلحة السريعة ما بيقدي لقاء ما صار لقاء بمعراب صار لقاءات عتاب بعد بنا ايه انه في لقاءات معينة عم بتتم ورح تتم كرمال اي ملف كرمال ملفات كلها بتتعلق بالارض وبالمصالح استاذ منحم ما الاولوية اليوم انتخاب رئيس او اذا ما هدية الاوضاع الذهاب الى حوار وطني جامع لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية شو الاولوية نينون اولويات اكيد انتخاب الرئيس اولوي قصوى وانت اذا بده يصير في حوار لمناقشة استراتيجية الدفاعية بدك رئيس يدير الحوار بشان هيك مرتبطين ببعضهم شو شرطكم اللي توجه الى حوار للستراتيجية الدفاعية قبل استراتيجية الدفاعية لتابع من مطرح ما خلص استاذ مروان حول اتفاق طائف صحيح اي نظام جديد سينبسق من اتفاق طائف اي فدرالية ستكون نتيجة تفاهم ولن تكون من خير تفاهم نوع من انواع فدرالية الطواقف غير المنتظمة وغير المنظمة يعني حتى توزيع المناصب على الطواقف فدرالية مقعرة مش انهيك بحاجة النظام صار لتطوير وانه النظام منه منزل بس هيدا نظام ارتضيناه لانه ضبط اقاع الحياة السياسية باللبنان هيدا شيء كتير مهم استراتيجية دفاعية استراتيجية دفاعية كمان اولوية ولكن انا برأيي اولوية الاولويات انه ما نرقع بدل مخزوقة مية مطرح بس اليوم بتروح على استراتيجية دفاعية بوضع اليوم حزب الله قوي يعني عم ينجح بموضوع الردع ما في حدا قوي بقلب بلده ولا على بلده ما في حدا قوي على بلده ما في فئة قوية على كل الفئات حسابات الداخلية تختلف عن الحسابات الخارجية يعني اذا بدنا نروح على استراتيجية ولانه من حق الدولة انت احتكر السلاح ولكن هادي بحاجة لتنظيم بس يعمل دفع عن ارضك اوكي بس هادي بحاجة لتنظيم وهي بحاجة كمان له هادي فيه كتير يعني حمالة اوجه ها النقطة بس خليني اقليك شغلي من هم حول استراتيجية دفاعية قبل استراتيجية دفاعية بدنا نتفق على اي لبنان نريد هل بدنا لبنان بلد محايد ونسعى لتحييده عن الصراعات ام بدنا يا جزء من وحدة الساحات وحدة الساحات لحد هلأ تهدد الوحدة الوطنية بلبنان وهون انا بفهمك لما طرحت الحرب الاهلية تهديد الوحدة الوطنية ليس بالضرورة ان يؤدي الى حرب الاهلية ولكن يؤدي الى شرخ في الموقف السياسي شرخ عمودي كتير كبير بيننا وبينهم هيدا الشيء اللي لازم يتعالج لانه بالسياسة سياسة مش بس ممارسة السلطة سياسة ابتداء افكار لحل مشاكل الناس ومشاكل الدول ومشاكل البلدان وهيدا جوهر العمل السياسي من هون تنطلق القصة الاساسية هل نحن بدنا بلد محايد وحيادنا مساوي مش عم نقول حياد سويسري يعني سلبي تجاه القضية الفلسطينية كيف تضمنون توجه الى حياد مثلا اعلان بعبدة كان حين حكى عن نائب النفس جزء غير كافي اعلان بعبدة لانه يعني كتر خيره وصل وقته الرئيس سليمان لهالمطرح بس هيدا مش كافي لا اعلان حياد على طريقة على طريقة المتصرفية بس مين انتزم فيه بعده بقدي دخل حزب الله بالحرب بسوريا بس نحنا انت ما عندك سلاح في قوة بس نحنا اذا بدنا نروح على حياد بالمعنى بمعنى حياد جبل لبنان بالألف وثممية وستين لتعميمه على كل لبنان بعد أحداث ألف وثممية وستين ما عليك صار فيه حياد متصرفية للمتصرفية بدعم دولة وبغطاء دولة اذا بدنا نروح لنظام حيادة بلبنان على الطريقة النمسوية يعني نقيد القضية الفلسطينية مثل ما مثلا لقاء الديمقراطي مقيدة مثل ما نحنا مقيدينها بدون انغماس عسكري بالقضية الفلسطينية هيدا جزء من الحياد الفاعل يلي هو جزء من خلاص لبنان وهيدا موضوع نقاش كبير بدنا نتابع طبعا الحوار ولكن ناخد فاصل علينا ونتابع مشاهدين نتابع هذا الحوار مع عضو لقاء الديمقراطي النأب مروان حميدة وعضو تكتل الجمهورية القوية النأب ملحمر يش بدأ رحب فيكم عنه جديد كنا نحكي عن التطورات الأمنية نحكي عن موضوع استراتيجية الدفاعية إذا ما انتهى إن شاء الله على خير ما يحصل من توترات بالمنطقة وهذه الحرب اللي عم نعاني منها منتشرين حتى اليوم بدي أختم هيدا الملف ولكن قبل أستاذ مروان كيف يمكن تطمين اللبنانيين أو لا يمكن تطمينهم لأنه حتى بالبريك كنا عم نحكي قلتلي كل ساعة دقيقة بهيدا الفترة قلتلي أنه ولعت تواصل معي كله عم يبعتلي بنورا الحديث اللي بلشت فيه الحلقة عن خطورة الساعات المقبلة قلبي على البلد هلأ بهالساعات في ضوء معلومات وردتني أنه الوضع دقيق جدا أصلا ما يجري الآن تخطى تفاصيل أنه ردت إيران على قصة هنية أو رد حزب الله على اغتيال الأستاذ شكر اللي عم يجري أكبر من ذلك عم يصير فيه تفجير بقلب البقاع التفجيرات بقلب الجليل وبعمق الجليل يعني الحرب ما عادت حرب على بقواعد الاشتباك طارد قواعد الاشتباك اللي اليوم متخوف من ضرب المرافق الحيوية بلبنان ومن ضمن المطار في قانون نتقدم في المحام مجد حرب لفتح مطارات أخرى بلبنان بعد ما وقعتوا عليه رح توقع عليه حكيني مجد ورح نطرح عنا اجتماع للقاء الديمقراطي الليلي ورح نطرح عزملائي نحن أصلا من المطالبين بالأساس بفتح المطارات ولكن إذا بننا ناخد كل مطار على حدة مطار حمات صغير 1800 متر ما بياخد طيارات كبيرة فيك تستعمل طيارات بتوسطة جدا حالات معد وارد لأنه كمان بتقضي على الشاطئ كلية وعلى الطريق بين بيروت والشمال مطار ليعات مطار رونيم عوض مطار واقع تقريبا في الأراضي السورية تقريبا على بعد أربع خمسة كيلومتر ما فيك تعمل عليه لا اقتراب ولا أبروتش ولا كنترول طاور ولا تعرف أنه اليوم اللي بيوجه الطيارات باتجاه بيروت هو الرقابة المراقبة بنيكوسيا وبيلارنكا قبرص هلأ إذا كنت تنزل بمطار رونيم عوض بدأ تصفي بسوريا سوريا لا في مراقبة لا على حال ولا على الغير ونص يعني كانوا عمدوا لأنه لوجستيا الأمر شوي عرقل الرياء بين بين هالسلسلتين كمان يعني وبمنطقة صارت صار وضع إذا بريك تتطلع بمحيطة أضرب بضل مطار رفيق الحريري في بيروت أفضل شرط أكيد بس تحسني شروط الأمن فيه شروط الأمن حواليه و كيف بموضوع عم بتقليلي المرافق الحيوية يعني إذا عنا طلب من حزب الله بهذه المرحلة أنه يضل مثل ما قال ملحن بالأول يضل الردود عسكرية الطابع مش مدنية يعني إذا بدنا نبلش نضرب قواعد الاشتباك إذا بدنا نبلش نضرب أهداف مدنية ساعتا بدنا نتوقع أنه مطارنا ومرفقنا وخزنات الغاز وهم ما فيهم شيئا لإيئاب بفضل وزراءنا الأشاوس بس إنه كله بيتعرض للضرب هيدا ما بدنا نوصل وصلنا أنه استدرجنا وصلنا أنه طلعنا من قواعد الاشتباك صارت الحرب ودائرة ومستعرة ومرشحة للانفجار يعني بالاختصار ما يسمعون للمطالبات ومش أنتوا يعني للمطالبات اللبنانية يمكن بالنتيجة لازم تلقى أطراف اللبنانية تسبع لبعض نحن نقول لطرف اللي كان حليفنا بثورة الأرز ولي كان حليفنا بأربطاش أذار وكذا وهذا إنه أخي ما تبينه عداوة كبيرة لأنه الشرخ بيعمق بيعمق وعم نقول لهوديك إنه روايدا روايدا هذي الهيمن واتخاذ القرارات اللي اشتكى بنا حتى رئيس الوزارة رئيس الوزارة أول مرة قال لا قرار الحرب لا قرار سلم معك رجع حكي اللي هو أفضع من أنه خلينا على الصوم والصلاة والصمت مشاك طيب فلذلك عم بلك ما رح يقدر يتحرك لهو ولا الحكومة ولا الجيش ولا كذا إلا بظروف تانية ظروف تانية هي اقتناع الأطراف اللبنانية أنه مصلحة لبنان تعلق على كل المصالح الأخرى منها مصلحة الممانعة منها مصلحة الإنعزان منها مصلحة القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية ما تبقى لنا قضيتنا ربينا نحن على الدفاع عن هذه القضية ولا زل فتش بتشوف بالبلد برعب بيقلي حدا من الأمم المتحدة قال لي خفوا عدد الفلسطينيين بشكل كبير قد ما فيه فيزايات اجت للفلسطينيين المشكلة المشكلة هلأ هي الوجود السوري صحيح شك الوجود السوري مرتبط بوجود هذا اللظام بسوريا لو فات بإصلاحات كنا كنا خلصنا أو بلاشنا نخلص تشربكة أمور المنطق على درجة أنه صارت فلتانة من الكل مثل ب يعني من قصص وفوست وكذا أنه خلص النزول إلى جهنم اللي تنبأ فيه أحدهم وكان هو القاطرة في النزول يعني في قاطرات عادة بتطلع قاطرة في النزول وصلنا للقاء استاذ منحم آخر سؤال بدأ انتقل لمواضيع داخلية سياسية بموضوع المطار ونوقعت حضرتكم على الأنون بعد ما صار اللقاء بس نحن أكيد مع أنه يكون في أكثر من مطار مثل ما تفضل مع بس لوجستيا هل هشي وارد يعني فيه بدأ مهندسين متخصصين بهذا الموضوع يدرسوا هذا الموضوع ويشوفوه لأنه أنا إذا بدي تفتح مطارات بدي أعمل المطار بطبي بالمتن ما فيه أحكيت عن موضوع المطار من نحن مرح مرح أحكري أحكري أعمل المطار منطقته مكرا قلولنا ما بتكون فترانية بموضوع المتن الشمالي أستاذ ملحم بدأ أربط بموضوع الكهرباء اليوم كمان لبنان بالعتمة والأزمة اللي سايرة عم تشتغل أكتر عم بيشبهوك شوي بشيخ منصور البون بالمتن الشمالي بمواضيع الخدمات ومساعدة المواطنين كيف يمكن وصف الخدمات داخليا للبنان وواقع المواطنين أحسن ما تتفسر الأمور غلط يعني نحن 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 ببنية إيجابية هو كان يساعد طبعا بين المستشفى والمغفر ما أحد يلاحق لا أنا يلاحق ولا ما علي يلاحق ولا أحد يلاحق أصلا من شغلتنا يعني بس المتن الشمالي من أكثر الأقضية التي تدفع ضريبة للدولة ومن أقل الأقضية التي تحظى بخدمات من الدولة أو ما تبقى من الدولة المتن الشمالي عنده هذه المعاناة ومعاناة الكهرباء بشكل أساسي أنه أكثر فاتورة كهرباء تدفع في المتن مثل مناطق أخرى كمانا باللبنان بأعتقد بالجبل يعانوا بكسر وين يعانوا بس للأسف إلى حل جزري تروح نحو خسخصة بمعنى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مش إنه الدولة تتخلى عن دورة بس يصير فيه شراكة مع القطاع الخاص وبأسرع وقت ممكن بعدين منرجع منتحاسب على الماضي لأنه الماضي حسابه فتورة طويلة لا بعدين لالقوات اليوم كحزب معارض أو حتى الاشتراكي ما بيفتح ملفها الكهرباء وبقدم ملفات للمحاسبة يعني في وزارة تعقبت على الوزارات في حكومات صديقتي توني حبشي نايب زميننا توني حبشي تخصص بالكهرباء بس هيدا ما رح يحل مشكلة الكهرباء وتضوي بيوت الناس يعني هيدا بتمشي بتوازي مع عمل الكهرباء وترجع الكهرباء ترجع الكهرباء وبسرعة منطقية بدنا نوع من أنواع الخصخصة اللي هو شراك بين الدولة والقطاع الخاص هيدا العمل ضروري ينعمل بأسرع وقت ممكن وهيدا العمل يلي بيؤدي لأنه الكهرباء تضوي على معاملنا وعلى بيوتنا وعلى منازلنا وإلا بنظل نتحاسب على الماضي أو نحاسب على شي مش رح نقدر نوصل له نتيجة حاليا نحنا مع المحاسبة في تقاعص من الحكومة هلأ اليوم الحالية بهيدا الملف الدليل أنه هلأ في اشتباك قلب الحكومة على الموضوع اللي صاير يعني طيب اليوم ما في رئيس جمهورية المؤسسات بحاجة إلى انتظام عم نشوف في أزمة بالكهرباء وممكن حتى تنسحب على أزمات أخرى البلد بحرب كيف يمكن أن تقدم الحكومة خطة طوارئ في حال حصلت الحرب وهيدا اللي شفناها كثير على السوشال ميديا من باب اتهتكم أنه إذا ما في كهرباء كيف ده تعمل خطة طوارئ بتدحك خطة الطوارئ الحكومية لأنه عم بقدم خطة طوارئ بالمقابل ما عندهم مخزون نفطي لإضاءة أربع ساعات كهرباء بالنهار شو خطة طوارئ ما في خطة طوارئ يعني اليوم تقل على الأحزاب كلها تقحنك تقل على المواطن مش على الأحزاب الأحزاب هني مجموعة مواطنين مجمعين بشي اسمه حزب هيدا التقل رح يقع عليهم وهني رح يخلصوا الواقع مثل ما كل عمرهم لبناني خلصوا هيك أكتر ورح يشتغلوا أكتر من الدولة إذا لا سمح الله صار حرب شاملة لأنه حرب قائمة بس منا شاملة إذا صار حرب شاملة رح يكون الدور هو الدور المواطن أساسي بهيدا اللعبة أستاذ ماروان يعني المشاكل عندكم كمانا أيضا نحن يمكن متقلين أقل على المغفر لأنه منطقة نسبيا سلمية هاتية وعننا كمان نحي كتير حتى مشاكل الناس بالمخافر ما عليك مشاكل بسيطة المشكلة الكبيرة الصحية وتربوية بس بدك تلحقهم صحية وتربوية صحية ما في شك أنه في جهود معينة مش للحكومة ولا لطوارئ الحكومة في كم وزير غير وزير الكهرباء وأمثاله في وزير الصحة بعمل اللي بيقدر يعملو بنط من محل لمحل بيجيب شوية مخزون بيحاول بهدى وكتب خيره قد ما بيقدر كمان يحصل على مال ما هو كمان نايم نايم مصرف لبنان على الشي اللي جمعوا بعد محل المنصورة محل الرياض نايم عليهم ما بعرف عشو بالوقت اللي لما ما كان فيه لزوم دفع للدعم دفع مصرف لبنان للدعم وأصرف وهدر المليارات بس بكل حتى وزير الأشغال اللي هو من حزب الله منشوفه بيطلع بشري عب كفية واجه لعنم وغير شكر وغير شكر أنا بتقولي لثقافي عليا فرنسي وكذا وغير يمكن يمكن بس هو من هذه البيئة بس في شباب مناح بكل بس هل ليس هذا نوع من الاستعراض مش نوع من الاستعراض هيدا يعني كرمال صخرة انتقد كتير كمان وزي كرمال صخرة توجه إلى بكفية تلين ثلاثة من الوزراء يمكن في حصة استعراض بس به الاستعراض في في مساهم شوي بتخفيف العباء بس أنا بلك بتشوف الوضع الصحي لو ما وليد جنبلاط هون مش ه عم بوجه له فعلا وردي لو ما وليد جنبلاط لأزمة الكوفيد ولا الأزمات الاستشفائية الحالية كانت نحلت عنها وبعدنا مع ذلك مقصرين والمشكلة مثل ما قال الملحم على المواطن عم نحاول كليقاء ديمقراطي كحزب تقدم اشتراكي كمؤسسات ضمن الأحزاب تعني بهذا العمر خصوصا انه كل خرافة القطاع الأهلي يركبوها الأمريكان والفرنسوية وكذا بعد انفجار مرفأ بيرون مجتمع المدني المجتمع المدني هو بطل يعني نشاطه محل ثقة في داخلية وخارجية الخفت الأموال بطلت تجيء إلا بالقدر القليل جدا وبالتالي ما في مهرب من العودة إلى الدولة كيف؟ هيدا السؤال ستاة منحم اليوم يعني حكومي يعني تفعيل المجلس اليوم هل بعد في أمل توصل إلى انتخاب للرئيس للجمهورية بالقريب العاجل بالقريب العاجل جدا لا ماني شايف أنا صراحة أنه في إمكانية الملف الرئاسي محيد تما أقول منسي بانتظار أن تنتهي غزة لأنه ما حدا نفاضي للبنان وتوازن القوى القائم بالبنان توازن سلبي لا نحن قدرين نجيب رئيس ولا هن قدرين نجيبه رئيس بد طرف ثالث يدفع باتجاه الوصول إلى خيار ثالث التوازن السلبي مانع وصول رئيس وكل طرف منا تمسك بموقفه معقول نشوف لقاء معراب آخر بس مش مع التار الوطن الحر مثلا مع حزب الله لتلك بالسياسة كل شي وارد بس العليقة مع حزب الله صفر ومية العليقة نجتمع مع حزب الله نجيب رئيس نجتمع بمجلس النواب مع كل النواب نجيب رئيس نجيب نجيب رئيس نجيب رئيس شلعون تنذكر وما تنع نقطة الخلاف الوحيدة بيني وبين ملحن وبراهن جنع حبيب قلبي ما عليك بس انه متل ما قلت لك العليقة مع حزب الله هي صفر ومية يعني اليوم الاتصال ما في في نوابنا بيلتقوا بنواب يعني نحن وياهم نلتقوا اليوم اختلطت الأوراق بالمجلس النية خصوصا مع خروج نيبان من الطيار الوطني الحر النائب على عون و ثلاثة سيمون ولياس 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 وبرهيم كنا نشوف بعد انتظار إذا لين رح تروح الأمور كيف عم يصير التواصل مع موقف من الملفات الأساسية هل بتتفقوا معهم تتلاقوا معهم في كتير أمور أصلا منتفق معهم في كتير أمور منتفق حتى مع التيار فيها يعني بإطار مجلس النواب في أمور من نشترك مع بعضنا بسائب أدي معلوف قال هون على البلاتو أنه صرنا نتلاقى مع القوات أكتر ما القوات بيتلاقوا مع الاشتراك لا مش بالضرورة فيه مطارح نحن والاشتراك منختلف في مطارح نحن وإياهنا منختلف بس نحن والاشتراك أكتر بالسياسي فيه لقاء بالسياسي بالعمق يعني فيه اختلافات على نظرات معينة بس مع الحزب الاشتراك فيه تحالف مبني على مصالحة الجبل وبالباقي بيصير على القطعة باقي على القطع مثلا فيه اختلاف حول نظرة لوضع جنوب ووضع الحربي جنوب. من يومين صار فيه اختلاف حول رأي من الحكومة. هذه هي يوميات. بس الاختلافات لم تؤدي يوماً مع الحزب الاشتراكي أو مع اللقاء الديمقراطي إلى خلافات. ليس هناك خلاف على الإطلاق مع اللقاء الديمقراطي. هناك اختلافات يومية. إما ما لا تؤدي إلى خلافات. لما يمكن علوا الكلام عن نجيب مؤاتي بالخيانة العظمى. وضحناها هذه. قبل ما نوصل خير. حكيم ما أصد. قبل ما نوصل للرئيس مئاتي. لا لا هذه واضحة مش مقصود فيها. على الوكابولير هذا ما لازم يكون هو السائل. هو واضح بكلام الحكيم أنه مقصود الأكترية الوزارية يعني مش رئيس مئاتي. رئيس مئاتي ما عنده أكترية بحكومته معروفة يعني. بس أنه مثل ما أقول لك يعني هذه انت أداة بس ولكن عطول في تواصل قائم ومستمر بين كل نوابنا وكل نوابهم وإيادتنا وإيادتهم. وهذا أي اختلاف لا يفسد في الود قضية. والعلاقة مع الرئيس برري؟ العلاقة مع الرئيس برري يسود ود واحترام كامل ولكن أيضا يسود اختلاف حول ملف أساسي وملف رئاس الجمهورية. هل أنتوا راضين على أداء الرئيس برري بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية؟ الرئيس برري عم بيقدر عم بيعمل كل شي بيقدر عليه. يعني بس هل قد بيقدر؟ أكتر بالظروف الحالية بتوازنات الرعب القائم بوضعه ضمن طيفته اللي هي كمان تنتمي إلى مشارب بقدر أقول مش مذهبية بس يمكن بالوحي الروحي ومرجعياتهم في اختلاف بس ما بيقدر يضرب وحدة هذه البيئة اللي معرضة للخطر بشكل هائل بمسؤولية مين؟ هايدي بتنبحث. بس نبيه بر الله هو يجر الأمور للحرب لو قادر يوقع في الحرب قادر يفاوت بأفضل ما يستطيع أحياناً تهم بكتير إشياء شو قال لك هوكشتاين شو قلت له له هوكشتاين شايك ودخلوا ناس ببعضها وأنه فيه عود كازبي وعود غير كازبي وحط كله وراءه عنه وحطهم عند المسعى الفرنسي الأوروبي كله هيدا عم بلعب بس استاذ مروان يعني فيه انتقاد كتير كبير من الجانب المسيحي على الرئيس نجيمياتي أنه بمحال عم يجرب ياخد صلاحيات رئيس الجمهورية صار في انتقاد والحكومة ما لازم تجتمع والحكومة بس لعند الضرورة كمان اليوم الدور اللي اخدوا الرئيس نبيه بره لا يجب أن يكون دور رئيس الجمهورية لو هنالك رئيس للجمهورية رأيي أنا الصافي ما بدك رئيس جمهورية لا في رئيس جمهورية ولا في رئيس وزارة تصريف أعمال فقط واللي بيقول لك اخد دور رئيس جمهورية اصلا اليوم ما في دور لرئيس جمهورية ولرئيس وزارة لما بيقول ما عندي قرار الحرب والسلم بينما هو رئيس مجلس الوزراء الذي يتخذ قرار الحرب والسلم بأكثرية السلسان ثم يحيلوا للمجلس تياخد موافقته محدا حتى الرئيس بري صلاحياته محدودة كتير الناس مفتكرة انه اخذ المجلس ومشبه عليه وكاله ما بقى بالوضع اللبناني الحالي كل واحد صار مسؤول عن حاله يا نبيلة كل واحد عم بيحمي حاله وبيحاله كل واحد عم بيجيب كهربته كل واحد عم بيركد ورامياته وبيشتريها كل واحد بيشفتش كيف بده يدبر محلة مدرسة او يروح يستغيث بغيره تقدر يتفع يعني ما عليك عم بيحطلنا كل الاسباب الموجيبين للدعوة لنظام جديد ينبسك من اتفاق الطائف هيا ما معناته لا مركزية ادارية بنص على اتفاق الطائف نظام جديد ينبسك من الطائف لا مركزية على شكل المركزية يعني كل واحد بده ياخد شقف من هذه المركزية وطباعة نفس الشيel معوحة معوحة اللامركزية اسوأ من المركزية المركزية احسن من اللامركزية من هذه الناحية فسالشغل الأساسي رحالIST بس انتوا مع اللامركزية استيزم الحكيش يعني طبعا طبعا بس مش معها مش معها لنظام للمركزية لا في مركزية ولا في لامركزية ولا في قانون بتطبق بالشارع ولا في اخلاق بالشارع نزلي سوء انت بتسوء بتروح embarrassing par taas بتشايفي شو هالغابة اللي عم بتتحرك فيها بالليل ما حدا كان يخاف يتجول بيروت صارت بيروت عاصبة العتمة وعاصبة النهب وعاصبة الأخطار وهلأ الجدار الصوت والمسيارات يعني عم نروح أكثر وأكثر إلى انحلال خلاص بدنا إدارة جديدة لهذا التنوع الغني بلبنان بس اليوم عندك فريق معه سلاح هل يمكن أن تتوصلوا إلى نظام جديد بدون ما الفريق الآخر هو الأول هذا جوهر كلام علي فياض اللي بدنا نبني عليه الحديث باليوم التالي إنه إذا كان معه سلاح بالأخير بده يعيش وحده ولا بده يعيش معنا إذا بده يعيش معنا بده يعيش معنا بتعيشه معه مع سلاحه لا لا مش قصة مع سلاحه بنظام يكتمل فيه العيش المشترك إذا تساوى فيه المواطن قدام القانون كله نسوا وبذات الوقت يحسن إدارة التنوع يعني فيه تنوع اليوم تنوع المجتمعي السوسيولوجي في لبنان هو تنوع طوائفي مش ضروري واحد إذا كان مسيحي أو درزي يكون مؤمن بس هو درزي ومسيحي بالمجتمع بالسليقة يعني أو بالولادة بس هيدا التكون الاجتماعي باللبنان قائم على هال أربع سرديات الكبيرة في تحدهم سرديات صغيرة بس هوا أربع سرديات كبيرة مش إنهيك بده ننطلق منهم لمطرح نلاقي نظام جديد يحسن إدارة هذا التنوع لأنه التنوع رائع باللبنان ألا يفرض القوي شروطه عند الحديث على أي نظام جديد؟ ألا يفرض القوي شروطه عند الحديث على أي نظام جديد؟ منك ترجع على طاولة فيها توازن فيها توازن في توازن قوة مش بالضروري بالسلاح بس اللي معه سلاح بده يفهم إنه بالآخر مرجعي تسلاح بده تكون لهذا النظام اللي بده نتفق عليه مئة بالمئة لنطلق من رئاسة الجمهورية من حكومة من مجلس نيابي فاعل هل مجلس نيابي بيقلق لجنة حوار بعدين لتطوير النظام كنو نعمل لجان دستورية يعني كيف وصلنا للطاعة ما في شي منزل يعني ما في شي منزل من مؤتمر رموطماء بدأ أشكركم على هذه الحلقة من بيروت اليوم وإن شاء الله يمرأوا الأيام المقبلة تمرأوا الأيام المقبلة على السلام وطبعا ننتهي من كل الحروب اللي عم بتصير بلبنان وبالمنطقة شكرا لألكم إن شاء الله أكيد لا مشاهدينا شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة